اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويعتبر من اهم وافضل مناهج التعليم للغة التركية على الاطلاق اصدقائي عندنا لكم مفاجآت كثيرة وفيديوهات منوعة ومفيدة كل ما عليكم فعله هو الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد ومفيد نعم نبدأ بدرسنا وكتاب يدي اكلم تركيا الدرس التاسع وهو يبدأ من الوحدة الثالثة يعني الدرس الاول من الوحدة الثالثة ونبدأ من الصفحة خمسة وخمسين نعم نبدأ من الأعلى يمرا من البداية من هنا نعم دن نلر يابتنز البارحة ماذا فعلتم نزمان اوانيوورسنز متى تستيقظون هفته سونو ني يابيوورسنز في عطلة نهاية الأسبوع ماذا تفعلون في أي ساعة ساعة الساعة الثامنا ساعة 8.30 الساعة الثامنا ونصف ساعة 8'ي چيرك geçiyor الساعة الثامنا وربع ساعة 8'e چيرك var الساعة التاسعة إلا ربع أو عفوا الثامنة إلا ربع أصدقائي هنا يشرح الساعة بشكل عام الساعة نقول الرقم كما أخذنا في الدروس السابقة نذكر الرقم إذا كانت الساعة في تمام الساعة المحددة يعني مثلا في تمام الساعة الثامنة نقول ساعة 6 فقط يعني نذكر الرقم إذا كانت مثلا الساعة السادسة تماما نقول ساعة 8 بهذا الشكل لجميع الأرقام في حال كانت الساعة ونصف أيضا سهلة جدا نقول الرقم ونضيف إليه بوشوك بوشوك بمعنى نصف يعني مثلا الساعة الثامنة والنصف سيكيز بوشوك التاسعة والنصف يعني الساعة ودقائق نذكر الساعة ونضيف إليها حرف علة حسب طبعا آخر حرف علة في الكلمة أصدقائي قاعدة حروف العلة ستتكرر معنا حتى نهاية المستويات جميعها يعني أهم قاعدة وتتكرر باستمرار نضيف للرقم حرف علة حسب آخر حرف علة موجود في الكلمة يعني سيكيز نقول سيكيزي دوكوز مثلا دوكوزو مثلا بير بيري إكي إكييي بهذا الشكل أصدقائي نضيف حرف علة للرقم وبعدها نذكر كم مرة من الوقت يعني مثلا الساعة الثامنة وربع نقول الثامنة نضيف لها حرف علة وبعدها نذكر كم مرة ربع يعني تشيرك باللغة التركية ربع يعني تشيرك وبعدها نضع كلمة جيتشيو يعني هنا الساعة الثامنة والربع تكون أولا نضع حرف علة على الرقم وبعدها يعني نذكر كم مرة من الوقت بعد الساعة وبعدها نضع كلمة جيتشيو نأخذ مثال آخر على سبيل المثال كانت الساعة الثامنة وثلث الثامنة وثلث لا يوجد يعني مصطلح لكلمة ثلث في اللغة التركية لذلك نذكر عشرين دقيقة صحيح أمرا عند الساعة الثامنة والثلث ماذا نقول سامنة والثلث نعم سكزي شيرك لا ثلث ثلث يعني عشرين دقيقة سكزي يرمي جيتشيو أبت أصدقاء لا يوجد مصطلح للثلث في اللغة التركية لذلك نذكر عشرين دقيقة يعني مثلا نقول الساعة الثامنة وعشرين دقيقة كيف ذكرناها؟ سكزي أولا نضيف حرف العلة بعدها نقول يرمي يعني عشرين جيتشيو يعني و جيتشيو بمعنى مضى أو يعني و المراد في لها باللغة العربية بالضبط و مثلا لنقول أمرا الساعة التاسعة وعشر دقائق كيف نقولها؟ التاسعة 9-10 جيتشيو نعم 9-10 جيتشيو أولا حرف العلة بعدها كم مضى من الدقائق بعدها كلمة جيتشيو أما في حال إلا ربع أو إلا ثلث أو إلا عشر دقائق بهذه الحالة أصدقائي نضع نقول ساعة بعدها نضع حرف العلة يعني حرف العلة آ أو إ فقط آ أو إ وهو إلا يعني كما ذكرنا في الدروس السابقة حرف العلة الذي يعني إلى مثلا ذكرنا في الدروس السابقة يعني إلى البيت يعني إلى المدرسة كتب هانية إلى المكتبة هذه الحرف آ أو آ الذي يعني إلى نضيفه إلى الرقم وبعدها نضع كم مرة كم يعني بقي حتى يصبح يعني هنا مثلا إلا ربع فنقول ربع ونضع بعدها كلمة يعني مثلا هنا الساعة الثامنة إلا ربع فنقول الساعة يعني تبقى ربع ساعة حتى الثامنة بهذا الشكل الترجمة الحرفية لنعتبر مثلا لنقول الساعة التاسعة إلا عشر دقائق كيف تقال نعم نذكر الرقم رقم الساعة مثلا الساعة التاسعة إلا عشر دقائق نقول بعدها نذكر كم دقيقة تبقى حتى التاسعة يعني وبعدها نذكر كلمة يعني مثال ثالث وأخير نقول مثلا أمريا الساعة السادسة إلا ثلث إلا عشرين دقيقة يعني ساعة ألتية يرمي وار نعم نقول نعم نستطيع أن نذكر أيضا كلمة أخرى سنذكرها هنا لكن مبدأ أيام هنا الساعة السادسة إلا عشرين دقيقة نضع ساعة ألتية يرمي وار نعم نضع الرقم أولا بعدها حرف العل حرف الوصول وهو آ أو إي وبعدها نذكر عدد الدقائق المتبقية ونضع كلمة وار عندما تكون الساعة و نضع ونستخدم حرف العل أما في حالة إلا نضع وار ونستخدم حرف الوصول آ أو إي هنا أيضا أصدقائي على نفس الشكل يذكر لنا أنه عندما تكون الساعة و و يعني حتى نصف الساعة هنا عندما تكون و نذكر كلمة وعندما إلا يعني نصف الساعة الآخر عندما نذكر الساعة إلا يكون وار أو كلا هنا المعنى تقريبا واحد يعني أمرا يقول لي أنه لا يوجد فرق كبير الفرق صغير جدا جدا بين قيتشيور وقيتشا وفار وكلا الفرق بسيط جدا جدا أنا أذكر أن المعلمة أثناء يعني عندما كنت أتعلم اللغة التركية ذكرت لنا المعلمة أنه هنا عندما نسأل عن الساعة مثلا كم الساعة نقول الساعة مثلا الحدي عشر وعشر دقائق لكن عندما نسأل عن فعل ماذا نفعل فيه يعني متى نخرج متى نقرأ متى نفعل متى نأكل عندما نسأل عن فعل نقوم به نذكر كلمة جيتشي أو كلا يعني هنا الساعة الحدي عشر وعشر دقائق فنقول أما هنا نقول أنا أخرج من عملي الساعة الحادية وعشر دقائق أخرج من عملي فذكرت فعل أقوم به في هذه الساعة فقلت يعني أخرج من عملي في هذا الوقت وهنا نفس الشيء هنا أصعد إلى الحافلة الساعة الحدي عشر إلى ربع فهنا ذكرت أنني أقوم بهذا الفعل في هذه الساعة فاستخدمت كلمات كلا وهم يملكون نفس المعنى كما ذكرت هذه بمعنى يعني وعدد فلاني من الدقائق وهنا إلا عدد فلاني من الدقائق ننظر إلى القسم الثاني هنا يوجد عندنا ساعات هنا ومكتوبة في الأحرف هنا يجب أن نصل الحرف مع الساعة الصحيحة طبعا قام بحلها أمرا مسبقا حتى لا نضيع الوقت هنا يقول يعني أ أصلا محلولا من الأصل الساعة السادسة وعشر دقائق ننظر أصدقائي مبدئيا يعني و يعني عشر يعني ستة ننظر الساعة السادسة وعشر دقائق نلاحظ هنا عندما يكون الدقائق و نضيف حرف إلا كما ذكرت سابقا يعني الساعة السادسة وعشر دقائق ساعة ثلاثة وعشر دقائق نظر هنا نحلها سويا يعني دون نظر لحل أمرا ساعة ثلاثة ثلاثة يعني هنا أضفنا حرف علة حسب حرف علة الموجود في الرقم يعني واضح أن الرقم ودقائق ليس إلا دقائق رقم ودقائق يعني الثالثة وعشر دقائق هنا بش يعني خمسة بش خمسة يعني و فتكون الساعة الثالثة وخمس دقائق ننظر هنا أين الساعة الثالثة وخمس دقائق نجدها هنا نضع حرف ب بجانب هذه الساعة ننظر إلى ج ساعة دور دون وار نعم وار مبدئيا بمعنى إلا ودور د يعني دورت يعني أربعة دور د يعني حتى الرابعة أون عشرة يعني يوجد عشر دقائق حتى الساعة الرابعة يعني أربعة إلا عشرة أربعة إلا عشرة ننظر أين أربعة إلا عشرة نجدها هنا على هذا الشكل نكمل عندما تكون الساعة في تمام الساعة يعني تكون سهل جدا نذكر الرقم وفقط الرقم دون إضافة د هي الساعة الخامسة نصلها مع هذه الساعة نعم قلنا تشيرك بمعنى ربع تشير بمعنى ويدي يعني سبعة الساعة السابعة وربع سابعة وربع ننظر هنا نجد أن هذه الساعة السابعة وربع ساعة برة تشيرك وار وار يعني إلا وار بالوضع الطبيعي يعني يوجد أصدقائي لكن هنا في القاعدة يعني يوجد ربع ساعة حتى الساعة الواحدة يعني الساعة الواحدة إلا ربع ننظر هنا أين الساعة واحدة إلى ربع هذه نضع حرف في بجانبها ساعة أون بوچوك أون بوچوك يعني نصف وأون يعني عشرة فتكون الساعة العاشرة والنصف ننظر هنا أين الساعة العاشرة والنصف هذه نعم ساعة 2.20 geçiyor geçiyor يعني و 20.20 دقيقة 2.20 يعني الساعة الثانية وعشرون دقيقة ننظر هنا الساعة الثانية وعشرون دقيقة نضع حرف ه نعم ننتقل إلى القسم الثالث okuyalım çizelim bilet var mı لنقرأ ونرسم هل يوجد تذكرة ننظر هنا مرحبا المحادثة بين مراد و الموظف هنا الذي يبع التذكر يقول جاء مراد ويقول له مرحبا يرد علي مرحبا أهلا و سهلا بك حش بولدك أهلا بك همن كيسيري'ye gitmek أريد الذهاب إلى كيسري مبا يعني الآن حالا بلت var ما هل يوجد تذكرة هل يوجد تذكرة شانسlısınız بلت var نعم حضرتكم محظوظون بمعنى نعم يوجد تذكرة حسنا الطائرة في أي ساعة تنطلق في أي ساعة تنطلق الطائرة 11.5 و 23.15 نعم يقول هنا في الساعة الحادي عشر و النصف يعني يوجد طائرة تقلع ويوجد أيضا طائرة أخرى في هذه الساعة ذكرها بهذه الصيغة أصدقائي يعني حتى يعرفكم أنها صيغة مستخدمة في تركيا هي نفس يعني عندنا أيضا مستخدمة هذه تعني الساعة الحادي عشر و الربع حادي عشر و الربع ويطلب مننا أن نرسم حسب هنا هنا A الحادي عشر و النصف B هي الحادي عشر و الربع قام برسمها أمرا مسبقا هي الحادي عشر و الربع نكمل الآن كم الساعة Saat 9.20 ya da 9.20 geçiyor نعم الساعة التاسعة و عشرون دقيقة كما ذكرها امرا رسمها أيضا هنا عند القسم C نعم نعم فهمت 11.30 اكتش اكتش لك بلت استير اريد تذكرة لشخص واحد في الساعة الحادي عشر و النصف و هي A بلت بلت تفضل حضرتك يعني هذه تذكرتكم يولك يولك كما ساعة تستمر الريحلة كم ساعة تستمر تقريبا تستمر ساعة و النصف اشخاص برد كايسرية اولاشير التائرة تصل في الساعة الواحدة إلى كايسر و هنا نرسم العقارب في الساعة الواحدة تشكر ادريم شكرا لك اشخاص 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 يعني طريق موفقة ننتقل إلى القسم الرابع وهو بعنوان اشخاص 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 لنقرأ ولنجيب مراد دن نلر يطل مراد ماذا فعل البارحة هنا من أجر شرح قاعدة الفعل الماضي مراد ساعة 6 دا اشخاص مراد في الساعة السادسة استيقظ لم يقوم يعني لم يفضر ساعة 6.30 سبور سالون اشخاص ذهب إلى يعني سالون السبور يعني رياضية عفوا رياضية رياضة نعم ذهب إلى سالون رياضة من یا فتنس جيم نعم في الساعة السادسة والنصف orada egzersiz قاما بعمل التمرينات هناك بسikletة بindi ركبا البسكليت الدراجة لكن لم يسبح بعد ساعة واحدة عادة إلى البيت في البيت قاما بعمل بنيو يعني استحم وقاما بالإفطار ساعة 8.30 عامل عامل في الساعة الثامنة والنصف عمل مراد يعني متعب جدا لكن هو يحب شغله كثيرا مراد 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 خرج من عمله الساعة السابعة 7.30 geç مترو بند في الساعة عندما كانت الساعة سبعة وربع ركب في المترو المترو çok هزل برد الناس المترو هي وسيلة مواصلات سريع جدا يولجلوك 15 دقيقة سورد الرحلة استغرقت 15 دقيقة أكشم 7.30 وصل إلى البيت في الساعة السابعة والنصف ساعة 11 يت ويوت في الساعة 11 يعني تمدد على السرير ونام هنا أصدقائي الأفعال استخدمها في الفعل الماضي لأنه قام بالفعل يعني استيقظ أفضر ذهب جاء بهذا الشكل هنا من أجل شرح قاعدة الفعل الماضي وهي قاعدة تكون بإضافة حرف د أو ت أو د أو ت حسب يعني القاعدة الأساسية د أو د وأحيانا نضع ت حسب القاعدة في الشهاب كما ذكرنا في الدروس السابقة عندما يكون آخر حرف في الفعل أحد حروف استخدش الشهاب نضع حرف ت بدلا من د أما حرف العلة فيكون حسب آخر حرف علة موجود في الفعل إذا كان آخر حرف موجود في الفعل آ أو آ نضع د أو ت إذا كان آخر حرف علة آ أو آ نضع د أو تو إذا كان آ أو إ د أو ت إذا كان آ أو نضع د أو تو بهذا الشكل أصدقائي نفس القاعدة نفس القاعدة تستمر معنا في كل درس وستستمر معنا حتى نهاية اللغة التركية كاملة هذه يعني القاعدة العامة في جميع القواعد مستخدمة بهذا الشكل أصدقائي سنعرف أي الإضافات سنضيفها للفعل حتى يصبح ماضي الآن سنكمل هنا مثلا ماذا مكتوب هنا أبلام دن بازار دن ميوة ألد أبلام يعني أختي الكبيرة البارحة اشترت من البازار من السوق فواكه اشترت الفعل المصدر المك عندما نريد أن نحوله إلى الفعل الماضي طبعا المصدر يكون بإضافة مك أو مك عندما نريد أن نصرف الفعل طبعا نحذف أولا المك يصبح الفعل الفعل نضيف له حسب هذه القاعدة آخر حرف علة في الفعل هو أصلا الحرف الأول والوحيد هذا الحرف العلة الوحيد في الفعل هو حرف آ فيأخذ د آخر حرف آ د يأخذ د ولأن آخر حرف الفعل ليس من حروف في استكتش شهاد لذلك لن نضع ت وإنما د بهذا الشكل نرى الأمثلة الأخرى أمي خرجت من البيت مبكرا خرجت هو فعل الخروج نضع الفعل طبعا نحذف يصبح الفعل آخر حرف فيه هو حرف الك وهو حرف من أحرف الفستكتش شهاد لذلك نضع ت وليس د وآخر حرف علا فيه هو ا هنا نرى أن حرف الو أصلا يأخذ ا فتكون ت وليس د إنما ت لأن آخر حرف الفعل عفوا هو من أحرف فستكتش شهاد أبي أخذ مالا من البنك يعني سحب مال من البنك الفعل تشك مك تشك مك آخر حرف فيه هو من أحرف فستكتش شهاد لذلك نضع ت وليس د وآخر حرف علا فيه هو حرف ا لذلك ننظر هنا حرف ال ا يأخذ ا فتكون ت فتكون تشك ت نعم أبي أخي الكبير جاء إلى البيت متأخرا قاتش يعني متأخرا قال مك فعل المجيء نضع ننظر آخر حرف في الفعل ليس من أحرف فستكتش شهاد لذلك لن يأخذ ت ولكن سيأخذ د أما حرف العلة فأي حرف سيأخذ ننظر إلى آخر حرف علة في الفعل فهو كان وحرف يأخذ لذلك أخذت د فتكون قال د جدتي والدة أبي يعني في الصباح مشت في المنتزة أو البارك فعل هو فعل المشي آخر حرف فيه ليس من أحرف فستكتش شهاد لذلك سيأخذ د وليس ت بعدها ننظر إلى آخر حرف علة وهو أيضا آخر حرف في الفعل ننظر إليه نرى أنه آخر حرف علة وهو يأخذ د تكون يرى د نعم نكمل هنا الصور حسب المراد ماذا فعل يعني استيقظ من النوم راح للجم ركب في المترة وعاد ونام نعم مراد مراد ساعت كتش وياند في أي ساعة استيقظ مراد مراد ساعت في أي ساعة ذهب إلى العمل ساعت 8.30 ونصف مراد مراد في مكان عمل كم ساعة عمل يعني اشتغل مراد ساعت 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 ساعة مراد مراد في أي ساعة ركب المترة 7.30 مراد مراد ركب المترة في الساعة السابعة وربع ننتقل إلى القسم الخامس وهو بعنوان أولا قمت بالإستحمام قبل الظاهرة قرأت التقارير أولا تاتلين شولي إلى dışarı çıktık في عطلة الظاهرة في تركيا في العمل يوجد عطلة الظاهرة يعني في ساعة معينة كعطلة الغداء عندنا يعني أو استراحة الغداء عندنا تقول في عطلة الظاهرة أو استراحة الظاهرة ذهبت أنا وشولي إلى الخارج يعني تجاوّلنا قليلا في منطقة الظاهرة بعدها عدنا إلى عدت يوك döndük بمعنى عدنا عدنا إلى العمل بعدها الظاهرة يعني اجتمعنا قمنا باجتماع في مكان العمل عملت كثيرا وطعبت ساعة 5 تجد وماركت تجد في الساعة الخامسة خرجت من العمل وذهبت إلى الماركت ماركت بلات سبزة وميوه أخذت من الماركت بعض الخضار والفوائكه وبعدها عدت بالباس إلى البيت في البيت قمت بعض العمل وماركت 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 في الساعة الثامنة بدأ مسلسل اسمه مهتشم يوزيل وماركت يوزيل يعني كانت الحلق يعني فيها حماز كثيرا بزيلا بعد وماركت وماركت بعدها أفضرت نعم القاعدة هنا عندما نريد أن نستخدم قبل وبعد عندما نقول قبل أو بعد في الأسماء يعني نضيف إلى الاسم دن أو تن أو دن أو تن حسب القاعدة دن في الدرس السابق في الفيديو السابق تجدونها نضع إلى الاسم نضيف إلى الاسم دن أو تن أو دن أو تن وبعدها نضع كلمة أونجي أو سونرا أونجي بمعنى قبل وسونرا بمعنى بعد هنا تقول استحمت بعدها أفضرت فهو يعني كتب الجملة بطريقة أخرى فقال قبل الفطور استحممت قبل الفطور استحممت إذا كانت تريد أن تقول بعد الاستحمام أفضرت فتقول مثلا بانيو دن سونرا كهوالتي عبتم هنا أيضا استخدم قاعدة سونرا بعد ساعة 5ة إشتن چكتم خرجت من العمل الساعة الخامسة وماركته جبتم وذهبت إلى الماركت إشتن سونرا ماركته جبتم بعد العمل ذهبتوا إلى الماركت بعد العمل ذهبتوا إلى الماركت تقول هنا إذا كنا نريد أن نقول مثلا قبل الماركت ذهبتوا إلى الماركت نقول مثلا ماركتن أونجي إشتن چكتم ماركتن أونجي إشتن چكتم اشتركوا في القناة بعد الافطار فرشيت اسناني اولا قمت بعمل رياضة بعدها ذهبت الى البيت قبل الذهب الى البيت ذهبت الى الرياضة في الصباح ذهبت الى البيت oradan işe geçtim من هناك عبرت الى العمل bankadan sonra işe geçtim بعد البنك يعني كملت الى الشغل öğlen چارشية gittim في الظاهرة ذهبت الى السوق بعدها ذهبت الى طبيب الاسنان dişçiden önce چارشية gittim قبل طبيب الاسنان ذهبت الى السوق اكشم يمك يدك في المساء أكلنا وشاهدنا التلفز وشاهدنا التلفز وشاهدنا التلفز وشاهدنا التلفز في المساء بعد الطعام شاهدنا التلفز يامور ياد امطرت يعني مطر güneş اچت بعدها يعني بزغت الشمس يامور يادت ثم گنش اچت بعد هطول المطر بزغت الشمس القاعدة كانت سهلة أصدقائي ننتقل الى القسم فقط نضيف دان أو تان أو دان أو تان وبعدها نضع صنرا أو أونج ننتقل الى القسم هنا وهنا يقول لنقرأ من العمل أعود مع التكسي يعني هذه تستخدم مطرقائي بهذا الشكل في اللغة التركية مع إلى بمعنى مع أو عن طريق يعني عن طريق أو مع يعني مثلا إذا أريد أن أقول أنا وإمرا إمراهلا مثلا أو إمراه إلى ذهبنا مثلا أو مثلا أي اسمين مع سوا مع بعض قاموا بالفعل نضيف كلمة الى أو نضيف للكلمة نفسها ل هنا مثلا يقول تاكسي الى يعني مع التكسي أو عن طريق التكسي أو أيضا نستطيع أن نستخدم الجملة الثانية وهي عبارة عن إشتن تاكسي الى دونيورم أعودوا مع التكسي أو عن طريق التكسي من العمل يعني نفسها التكسي تاكسي الى أو تاكسي الى الكلمتان بنفس المعنى تاكسي الى أو تاكسي الى بنفس الشكل إمراه إلى أو إمراهلا مثلا أذهب إلى العمل عن طريق الباص أو الحافلة أذهب إلى العمل عن طريق الحافلة نفسها نفسها أصدقائي أو تاكسي الى أو تاكسي الى طبعا الإضافة تكون الى أو ل أو آ أو لا يعني مثلا في حالة إمراه لأن آخر حرف إلا في كلمة إمراه هو آ يعني حرف مفخم فتكون لا وليس ل فتكون إمراهلا بهذا الشكل هنا بعض الأمثلة عربا إلى عن طريق العرب يعني السيارة عربا إلى نعم نلاحظ هنا أيضا آخر حرف إلا هو آ لذلك تأخذ لا وليس ل وطبعا نضع حرف الحماية حرف الي بينهم تاكسي الى تاكسي الى نعم هنا لأن آخر حرف علا هو اي فنضع ل وليس لا أوتوبوس الى عن طريق الحافلة أوتوبوس لا نعم يعني هنا طبعا حرف الحماية لأن آخر حرف الكلمة أصلا حرف علا أما هنا ليس حرف علا فلا داعي لأن نضع حرف الى كحرف حماية بينهم هنا آخر حرف حرف علا وضعنا حرف ي هنا ليس حرف علا فنضع ل أو لا مباشرة عن طريق الحافلة وطبع عن طريق القارب يعني أو السفينة وطبع نعم أيضا أضفنا لا لأنه لا يوجد ليس آخر حرف الكلمة حرف علا فأضفنا لا مباشرة وآخر حرف علا هو هو حرف مفخم فنضيف لا وليس ل بهذا الشكل ننتقل إلى قسم الثامن نعم телефال لنوكمل سيقوم الثامن awareس وزيق الثامن إلى خارج البيلات عن طريق الطايرا стеفينة أو او 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 نلاحظ عندما تكون إلي أصدقائي لا يعني لا يهم ماذا كان آخر حرف إلا لا نقول إلي أو إلا هي أصلا الكلمة إلي يعني لا تتغير إلي إما أُتشاك إلي أو أُتشاك إلي يوسف أنكارا'ya أوتوبس لجدت يوسف ذهب إلى أنكارا عن طريق الحافلة أوتوبس إلي أيلين برسا دن جمي إلي إلي أيلين جاءت من برسا عن طريق السفينة أبي يذهب إلى مكان عمله عن طريق القطار ترين أو ترين إلي لنكمل نعم هنا يقول أخفت من المكتبة مكان القرطسية بيع القرطسية إشتريت دفتر وقلم هنا إلي تستخدم بمعنى و يعني كما ذكرت سابقا مثلا أنا وإمرا دفتر وقلم بهذا الشكل أيضا أل من قروح أوفلهم orماء ومشتشة أتحب أم لمكتب بصفاصin أمم أمم أبام أمم 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 أمي و أبي غسلا أخي يديه بالصابون يعني مع الصابون أو عن طريق الصابون غسلا يديه annem ütüyle gömleğimi ütüledi قامت أمي بكي قميسي عن طريق المكوى kapıyı anahtarla açtı فتحة الباب عن طريق المفتح adam parayı valizle taşıdı الرجل حملا النقود عن طريق الحقيبات السفر bilgisayarla fotoğraf makinesini çantaya koydu bilgisayar بمعنى حسوب وفتغرف makinesini makinesi yani kamera وضعهم في الحقيبة وضع الحسوب والكاميرا في الحقيبة أخذنا للبيت ستي ستار يعني بردى و سجد برجو ile Demet sinemaya gitti ذهبت Demet و برجو مع بعض إلى السنما gelinle damat düğünde oynadılar العروس والعريس قاموا بالرقص في العروس آخذنا لعرس برقص فيAR أخذت لأخي standards بالن و Αكشام üzümle karpuz yedik. Öğretmen Van Gölü ile Tuz Gölü'nü anlattı. Tamamlayalım. Heyecan ile heyecanla. Yani heyecan bimakna hamas yani faaliyye mutahamas. Bi hamas. Hona asbahat maal hamas bi hamas jidden. Heyecan ile heyecanla. Ali ile Ali ile. Kama zikert sabiqen azdiqai. İmma nadar ile le au la. Pide ile Tiren ile tirenler. Bi nefsir şekil. Bide hiye no'nun anواع muajjanat fi turkiya. Ama tiren aslan hiye tiren kitar. Tabihan o kaide huna kama zikert sabiqen hâzihi al ahruf tâkhûz la ve hâzihi al ahruf tâkhûz le ve ve ize ken ahru harfi el kalime harfi illa nadar harfi el himaye harfi el yye nâim nûkmel huna tamamlayalım nûkmel annem yemeğe tuz katmıyor ummiyela tuzif el meleh ilâ atta'am annem yemekleri tuzsuz yapıyor ummiyela tuzsuz yapıyor bidun meleh tuz bimane meleh tuzsuz bimane bidun meleh marketten bir kilo tuzlu fıstık aldım a khastu minal market kilo fıstık mumallah yani bimaleh tuzlu bimane tuzsuz bidun meleh tuzlu bimaleh masada tuzluk yok ala tawila la yujad memleha hâna azdiqâim nâjjal şerih hâzihi al qaïda عندما نضيف للكلمة l-li l-lu l-lu تصبح الكلمة بمعنى ذات الشay يعني مثلا هنا ذات الملح أو bimaleh مثلا şeker li نعم مثلا ننفكرها هنا أولا أقول tuz malih عندما نضيف هذه اللاحقة تصبح bimaleh عندما نضيف sız 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 تصبح بدون الشay يعني بدون malih كمثال هنا عندما نضيف هذه اللاحقة look leek look look تصبح بمعنى الشay المستخدم للإسم الذي أضفناه له مثلا هنا عندما أضيفت لتوز وهي ملح عندما أضفنا لها look تصبح المملحة يعني الشay الذي يستخدم للملح فهي مملحة وبهذا الشكل نكمل المثال الثاني شكر lichai شكر lichai يعني شاي بسكر شاي ذو سكر يعني بسكر شكر بدون شكر شكر lich هذه السكرية يعني المكان أو الشاي الذي يوضع به السكر نضيف له هذه القاعدة طبعا أي واحدة سنضيف look هل سنضيف look أم leek أم look أم look هذا طبعا على حسب آخر حرف علا في الكلمة آخر حرف علا في شكر هو حرف a لذلك يعني بديهيا ستأخذ lik هنا مثلا آخر حرف علا هو u لذلك أخذ look بهذا الشكل ننظر هنا مثلا ليمون لچوربة حساء يعني بلمون ليمون سوز چوربة حساء بدون لمون ليمون لك ليمون لك هي الأداء التي تستخدم للليمون f بمعنى بيت ولكن عندما نضيف لها لتصبح بمعنى متزوج هنا وهي صاحب البيت ولكن كمعنى آخر لها في اللغة التركية تستخدم بمعنى متزوج بكر بكر بمعنى يعني بكر أو أعزب بمعنى زوج هنا من أجل يعني أن نوضح لنا أن إضافة لك تحول الكلمة لأصل الشيء يعني مثلا هنا مملحة سكرية أو أداة عصر الليمون أو هنا مثلا يعني زواج وبنفس الشكل عندما نضيف لتصبح ذو الشيء أو الشيء موجود فيه السلز الشيء غير موجود فيه بمليح بدون مليح بسكر بدون سكر بلمون بدون لمون بهذا الشكل إلا أفلي أصدقائلات لا يوجد كلمة أف سيز أف سيز تصبح يعني مشرد تصبح بمعنى مشرد يعني المشردين في الشوارع بدون بيت أما كلمة أفلي فعكسها بكار باقي الأشيء عندما يكون إضافة ليت يكون عكسها سيز هنا قسم الدنلماء يكون له فيديو خاص عندما نوفر الملفات الصوتية سنضع فيديوهات خاصة لقسم الدنلماء طبعا الإجابات لا نستطيع أن نجيب عليها لأن لم نستمع للملف ننضغ للقسم 14 تمام نايل أشلشتري لنكمل ونضعهم مع سوى مكان وضع الأحذية موجود خلف الباب نضع نرى هنا في الصورة الواحد بعد الباب هم الأطرق قبل الدخول للمنزل يعني يخلعون الحذاء ويكون بجانب الباب أو خلف الباب مكان لوضع الأحذية ويكون اسمه يعني مكان وضع الأحذية للمنزل للمنزل اشتريتو من الدكان يعني ثوب نوم جديد ثوب نوم جديد بهذا الشكل جديد بمعنى ليل أين ها جديد بمعنى ليل جديد بمعنى ثوب المساء يعني أو ثوب الليل نعم الجملة الخامسة كمشم بمعنى كتاب هديه اشتري كتاب كتاب ويكون المكان الذي يوضع فيه الكتاب كتاب بمعنى كتاب كتاب هذه هي رفوف المكتبة يعني الرفوف التي توضع فيها الكتاب يصبح اسمها كتاب لك ستل كهو اشتري شريب قهو بحليب شريب قهو بحليب ستل بحليب كراليك او اريورم ابحث عن بيت للاجار كرا اجار كراليك يعني اسبحت حولت الجملة بمعنى للاجار فوتوغاف ل اوز geçمش حضر لدن حضرت سي في او سيرة ذاتية ذات سورة ذات سورة فوتوغاف بمعنى سورة ل بمعنى ذات سورة يعني سيرة ذاتية مع سورة نعم هذه الامتحانات في يوم الثلاثة هذه الامتحانات الاربعاء الخميس الجمعة وهنا يوجد اسئلة عن نقرأ في يوم اول امتحان في اي ساعة يبدأ ننظر الى يوم الامتحان هو امتحان اللغة التركية يبدأ الساعة 10 الساعة العاشرة نعم أجب امتحان 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 في اي ساعة başlıyor في يوم الخميس امتحان البيولوجيا او الاحياء في اي ساعة يبدأ پرشمbe günü بيولوجيا ساعة 16 دا başlıyor نعم في يوم الخميس امتحان الاحياء يبدأ الساعة الساعة العاشرة وهو هي الساعة الرابعة يعني استطيعون يعني استطيعون ان يقرأ 16 او 4 نعم انجليز ساعة 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 امتحان اللغة الانجليزية كم ساعة يستمر انجليزية ساعة 2 ساعة 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 امتحان الرياضيات متى ينتهي انجليزية ساعة الساعة الثانية نلاحظون عندما قال كاتش عندما يقول مسلا ساعة كاتش يعني كم الساعة لكن عندما يقول ساعة كاتش تا يعني في أي ساعة في أي ساعة طبعا أخذنا قاعدة تا أو دا أو تا أو دا عفوا تا أو دا تعني في وهنا في أي ساعة في الساعة كم ينتهي فتكون الإجابة أيضا تحتوي على كلمة دا يعني في الساعة الثانية ينتهي نعم القسم السادس عشر konuşalım yazalım لن تحدث و لنكتب نeler yapıyorum ماذا نفعل برغنم ماذا أفعل عفوا برغنم يوم واحد من أيامي يعني في أي ساعة ماذا تفعل في أي ساعة ماذا تفعل صباح saat 5'te kalkıyorum في الساعة الخامسة أستيقظ صباح kalkınca نماز کلق عندما أستيقظ وصلي صباح صباح وخفالت صباح بعدها صباح 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 بعدها أذهب إلى المدرسة بعدها أذهب إلى المدرسة hafta sonum يعني أطلت نهاية السبوع هل عندك خطة معينة لنهاية الأسبوع هل عندك خطة معينة لنهاية الأسبوع سأذهب في عطلة نهاية الأسبوع إلى الساحل يوم السبت سأذهب إلى السباحة طبعا يعني أمرا كتب جمال عشوائية وتستطيعون أن تكتبوا ما تريدون إذا كنتم تحبون تستطيعون مشاركتنا بما كتبتم ونحن مصحح لكم إذا كان يوجد أخطأ نعم ننتقل الخسامة الأخير في عطلت الصيف إلى أين تذهب في عطلت الصيف سأذهب إلى ماليزيا في عطلت الصيف هنا أمرا استخدم فعل المستقبل لكننا لم ندرسه بعد تستطيعون بدلا أن تكتبوا مثلا فعل المضارع في اللغة التركية الأتراك يستخدمونه بشكل واسع فأحيانا يستخدمونه بمعنى الماضي وأحيانا بمعنى المضارع وأحيانا بمعنى المستقبل يعني أنا رايح على ماليزيا يعني بمعنى مثلا سأذهب فيقولون بروح أو أذهب يعني بمعنى يعني تستخدم في الماضي والمضارع والمستقبل تستطيعون أن تستبدلوا من الهاتف أيضا لنذهب 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 هنا لنذهب لنحدث عن إحدى سفراتنا كلمة دنيا دنيا الكلمات اوشاك طائرة عربي سيارة قارب تاكسي تاكسي ياس تاتلي اطلات الصيف ترن قطار جونيش ذو شمس يعني مشمس يوميش رحلة يوميش يوميش يعني ممتر ذو مطر ذو مطر وهو تستخدم بمعنى ممتر عن الجو هفته سنة نهاية الأسبوع ساعة كتش أي ساعة شكر ذو سكر نعم بهذا الشكل ينتهي القسم الأول الدرس الأول من الوحدة الثالثة وبهذا الشكل نكون قد وصلنا لنهاية درسنا لهذا اليوم أصدقائي نعمل أن يكون مفيدا بالنسبة لكم لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب وترك تعليق فهو بمثابة تشجيع لنا لنستمر بشرح باقي الدروس ولا تنسوا متابعة القناة ومشاهدة الفيديوهات الأخرى وتفعيل زر الجرس ليصلكم إشعار عند رفع أي درس أو أي فيديو جديد لينك تحميل الكتاب تجدونه بصندوق الوصف لمن يحتاج إليه وكذلك لينك صفحتنا على الإنستجرام نشارك عليها العديد من الأمثال الشعبية التركية والبوستات المفيدة أنا العروس الفلسطينية انتظروني بدروس قادمة في أمان الله